مشاعر مرارة لما بتتملك من الإنسان بتبقى كأنه أعمى في رسالة يوحنى الأولى كان بيقول إيه؟ اللي بيسلك في الظلمة كأنه يماشي في الظلمة هو مش شايف النور خلاص من يغض أخاه فهو يسلك في الظلم بالضبط كده فهو خلاص مش شايف وبيفقد كل حاجة حلوة في حياته بنفقد كل حاجة المشاعر دي كأنها بتقود الإنسان لطريق مقفول بتدمر حياتي وبتدمر حياة اللي حوليها عشان كده لازم نعرف أن تكلفة الغفران أقل كتير من تكلفة عدم الغفران مشاعر مرارة بتسبب لنا بقى من المخاطر أول حاجة أمراض جسدية تلاقيه إنسان مثلا يقولك إيه؟ الناس عارف دايما يقولك إيه؟ أنه القرحة بتاعة المعدة بتيجي عشان أنا باكل أكلات معينة مثلا لأ هي بتيجي عشان الأكل اللي بيأكل الحاجة اللي بتاكلك إنت مش اللي أنت بتاكلها يعني واضحة دي النقطة دي اللي بتاكلك إنت فتلاقي القرهية والحجد والانتقام والرغم في آه ورغم أن أنت تاخد حقك والظلم اللي وقع عليك طبق أنت عايز ترد كل دا كل دا بيخلي الإنسان يبقى عنده صداع عنده قولون عصبي يقولك أنا عندي القولون العصبي دا 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 كل دا مشاعر مرارة كل دي مخاطر المشاعر دي تلاقي عنده ارتفاع في ضغط الدم ممكن يجي سكر صداع على طول قرحة في المعدة إرهاق صداع انسداد حتى في الشريك جلطة جلطة كل دا نتيجة أو من مخاطر المشاعر بالمرارة لما تتجذر فينا وتبقى بتمتلكنا فأول حاجة بتعمل لنا أمراض بتسبب لنا أمراض جسدية وبتسبب لنا كمان أمراض نفسية لما مشاعر مرارة بتسيطر على أي إنسان بتخليه كده يتقوق على نفسه عارف حاليتك تلاقيه كده عايش في رساء يرسل نفسه يصعب عليه نفسه يقولك إيه أنا أنا يحصل لي كده ويعيش بقى في دور الضحية ويعيش بقى يبقى دايما كأنه إيه ذكت من تالتي آه بالضبط وينسحب من الحياة وتلاقيه منطوي على نفسه ويبقى مش هايز يقابل حد مش هايز يكلم حد يقولك لأ لأ أنا خلاص أنا أحسن حاجة في الاختصار عبادة يعني مش في ناس يقولوا كده أنا تجنب المواجهات جي كلها في الاختصار عبادة لكن للأسف المشاعر مرارة بتصبنا بأمراض نفسية كبيرة التوضح الاصطلاح الحكتي شوي أكتر أنه هو يعني يقولك إيه أنا خلاص أنا مليش دعوة بأي حد أنا هتجنب كل المواقب دي هتجنب الناس دي هتجنب حتى الكنيسة دي عشان خاطر الاختصار كأني أنا كده بعيد بمريحة ماري يعني زي ما بيقولوا كده بالمصر عندنا يقولك مريحة ماري أنا مش عايز واجع قلب يقولوا كده حتى واجع قلب الإكسبريشن ده نفسه مهو ده على فكرة مرارة لأنه حتى واجع القلب مهو ده دي حاجة جسدية وكمان نفسية لأن القلب لما بيتوجع كل الجسم بيتوجع وبالتالي نفسيتي بتتعب المشاعر مرارة برضو بتصيب بتصيبنا بأمراض جسدية وامراض نفسية اشتركوا في القناة